نظمت مديرية الصحة بدميات قافلة طبية في قرية أبو راشد بمركز كافر سعد بدميات ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين هذا وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا حافة العلاجية من الخدمات الموائزة جداً لوزارة الصحة كونها أنها بتستهدف الأماكن البعيد عن المستشفات المركزية بمسافة تقل عن 15 كم إلى جانب كمان مجانية الخدمة تماماً بداية من قطع التسكرة مروراً بالعيادات عندنا نهاردة 12 عادة خاصية إلى جانب عادة تنظيم الأسرة عندنا الأشعة العادية الأشعة بالصنار عندنا المعمل اللي فيه أكتر من البعين تحليل كمان عندنا السيدالية اللي فيه الأدوال بتغطي كل التخصصات الموجودة الحمد لله لقيت عاية كويسة جداً وتم فحص الحالة وحولوني المستشفى كفر سعد لأغضي جلسات كهرباء بعد عمل إشاعة على الكتف يا رأيت المغادرة دي تبع على طول موجودة دايماً في كفر الغاب لظروف الناس الصحية يعني تضم 16 عيادة متنقلة بتخدم طبعاً ضواحي البلد كلها وطبعاً بنقول بتخدم المرابعين بتخدم عزب الشتاء بتخدم كله فطبعاً فيها طبعاً الحاجة المهمة طبعاً فيها الأشعة فيها التحاليل وفيه إقبال ما شاء الله إقبال كويس جداً في اليوم الأولاني